شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقيكم مجددا في هذا البرنامج لنتحدث سويا عن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في البرامج التي تقيمها خلال شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الخيرات والبركات والفضائل المنزلة من رب الأرض والسماوات والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة واقتفاءً لهذا الهدي النبوي درجة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على القيام بهذا الأمر العظيم من خلال البرامج الموسمية التي تنفذها في عدد من دول العالم للمسلمين في شهر رمضان المبارك وذلك امتثالاً لسياسة هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على الإسلام وبالإسلام وأعلنت أنها تنشر هذا الدين بسماحته ويسره وشموله وكماله وأنها ترعى شؤون المسلمين وأحوالهم في كل مكان وهذا واقع بحمد الله جل وعلا وفضل نسأل الله جل وعلا أن يديمه وأن يتقبله فإن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي قائمة على هذا الخير العظيم والرعاية والعناية بالمسلمين وأحوالهم في كل مكان فما من بلد من بلاد المسلمين عبر قارات العالم كله إلا وتجد فيه يداً طولة للمملكة العربية السعودية في الأعمال الخيرية والإسلامية والإغاثية بل والأعمال الإنسانية بفضل الله جل وعلا ومنته ورحمته وإحسانه فهذه البلاد المباركة قامت على هذا الأصل العظيم وتتابع حكامها رحم الله جل وعلا ميتهم وحفظ حيهم على العناية بهذا الأصل والعناية بهذا الخير من الدعوة إلى الإسلام الصافي والعناية بالمسلمين وتفقد أحوالهم ومن ذلك مختصت به هذه الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بالعناية بالبرامج الموسمية التي تقيمها في شهر رمضان وهي جملة التي تقيمها في شهر رمضان المبارك ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين في العالم من التمور التي تقدم لهم في أماكنهم ويزودون بها سنويا وهذا العام 1444 بفضل الله جل وعلا تم زيادة الكمية المخصصة من 200 طن إلى 500 طن لتشمل بفضل الله ومنته وإحسان أكثر من 60 دولة حول العالم تهدى لهم هذه التمور ويعانون فيها على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار على هذا التمر ومن المشاريع أيضا التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية برنامج تفطير الصائمين وهو برنامج تقيمه الوزارة في الجوامع والمساجد أو في المراكز الإسلامية أو في الأماكن العامة التي يجتمع فيها المسلمون على موائد الإفطار فيفطرون ويشكرون الله جل وعلا على فضله بتمام منته وإحسانه عليهم أن يسر لهم صيام هذا اليوم على مأدبة تقيمها المملكة العربية السعودية لإخوانهم المسلمين في تلك البلاد وفي هذا العام سيشمل هذا البرنامج أكثر من 40 دولة بفضل الله جل وعلا ومنته وهو هذا البرنامج له دلالة عظيمة في اجتماع المسلمين وترابطهم وتعاونهم وفيه أيضا إعلان اجتماعهم وتوحد قلوبهم وأبدانهم ومن البرامج أيضا التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان برنامج الإمامة وهو برنامج يقام في عدد من الدول بالتنسيق مع سفرات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لمن يرغب أن يأتيه إمام من المملكة العربية السعودية فيوفد عدد منهم إلى تلك البلاد للإمامة والصلاة بالناس في شهر رمضان المبارك وما يصحب ذلك من البرامج التي تكون لأصحاب الفضيلة المشاركين في هذا البرنامج وهو برنامج أيضا فيه تواصل كبير وحرص من عدد كبير من الدول الإسلامية التي تطالب بإيفاد من يصلي بهم في شهر رمضان المبارك لما يرون في هذا البرنامج من الصلة العظيمة والتعاون على البر والتقوى ومن البرامج الموسمية أيضا خاصة هذا العام ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله من أمره الكريم للوزارة بإنفاذ توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف توزع على المراكز الإسلامية والملحقيات من نسخ مصحف القرآن الكريم من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذي يشرف عليه مباشرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة ولرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وهذا الأمر لا شك أنه صلة عظيمة وإحسان للمسلمين بأن يوسر لهم اقتناء المصحف الشريف لا سيما أن هذا المصحف من هذه المطبعة يعتبر هو في المرتبة الأولى عالميا وله عناية خاصة بأن جعلت له أكبر مطبعة للمقرآن الكريم في العالم في المدينة النبوية التي يخرج منها هذا المصحف ولا يخرج هذا المصحف إلا بعد مراحل من العناية والرعاية والتدقيق وبحمد الله جل وعلا هذا المصحف منذ أن صدر كل يوم من فضل الله جل وعلا هو في ازدياد من العناية والرعاية وأيضا التوسع في الأعداد والدول ويحرص عليه المسلمين حرصا شديدا لأنه صادر عن هذا المجمع الذي حظي بثقة المسلمين علمائهم المختصين في القرآن الكريم وسائر من له عنا يعلم أن هذا القرآن فيه من الاهتمام والضبط وفيه من الحرص على أن يكون بين يدي المسلمين على هذه الصورة التي ليس لها مثيل في العالم ليس لها مثيل في العالم بشهادة كل منصف قرأ هذا القرآن وتتبع مراحل طباعته نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان خادم الحرمين الشريفين وأن يكون ذلك صدقة جارية في هذا الميدان العظيم وهو ميدان القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم هذه بعض المشاريع التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامي سنويا تحت مسمى البرامج الموسمية التي تنفذها الوزارة في الخارج وهناك برامج أخرى تكون على مدار العام ممثلة في التواصل مع الشخصيات الإسلامية ورأساء المجالس والمشيخات والمفتين وكذلك إقامة الدروس العلمية والدورات الشرعية والدورات التعليمية التأصيلية وغيرها من البرامج التي تعنى برعاية أحوال المسلمين ودلالتهم على الخير وتفقيههم في دين الله جل وعلا والتعاون معهم على الحفاظ على هذا الدين وتثبيته في قلوبهم في أماكن ربما لا يصل إليها الإنسان لو لا وجود هذه المراكز التي أقامتها المملكة العربية السعودية أو الملاحق الذين تكلفهم هذه الوزارة بإنفاذ هذه البرامج الدعوية في أسقاع المعمورة وبحمد الله جل وعلا الوزارة لها نشاط كبير في جميع القارات وفي مختلف مناطق العالم بفضل الله جل وعلا ومنتهم مما يدل على عظيم عناية هذه الدولة المباركة التي خصصت وزارة كاملة للدعوة إلى الله جل وعلا والقيام بأمر الله جل وعلا في هذا الميدان العظيم كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف فينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ونحن نشهد الله جل وعلا على أن هذه البلاد المباركة تقوم بهذا الخير العظيم وتتابعه ويتابع حكامها هذا الخير العظيم في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر مبادئ الإسلام وقيمه وسماحته وتفقد أحوال المسلمين والوصول إليهم في أماكن بعيدة وفي جزر نائية وهذا فضل من الله جل وعلا على هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي أعلنت في نظامها الأساسي للحكم الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ونشرها وهذا ما تميزت به هذه البلاد المباركة أنها تدعو إلى الله جل وعلا لا تدعو إلى نفسها ولا إلى مكاسب مالية أو سياسية أو اقتصادية وإنما تدعو إلى الله جل وعلا بإعانة المسلمين على أمور دينهم ودنياهم وإعانتهم على أن يكونوا على محافظين على هذا الدين الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه وختم به الأديان كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود وأن يديم هذا الخير وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يجعلهم في حفظه ورعايته وأن يكلأهم بعنايته وأن يمدهم بتوفيقه وأن يديم عليهم هذا الفضل والخير والإحسان في هذه الأعمال المباركة والطاعات والقربات وما يسروا من وصول الخير من وصول القرآن وصول الدعوة وصول العلم النافع إلى إخوانهم المسلمين في كل مكان نسأل الله جل وعلا أن يجعل عاقبة ذلك خيرا لنا ولهم وأن يجمع قلوبنا وإياهم على ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من خيار هذه الأمة الذين يدعون لولاتهم وولاتهم يدعون لهم ويتناصحون وإياهم على ما يقربهم إلى الله جل وعلا إنه جواد كريم وبالإجابة قدير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصنه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان اشتركوا في القناة